طبعاً إحنا كناش عايزين نيجي في مشاكل يعني بس طبعاً كالعادة نحن بنجيش غير في مشاكل بالضبط كده طيب إحنا عايزين نعرف بها إيه يعني زي ما أنا قلت كده في علامات معينة تبين لي أنا في بداية الارتباط أو في حياة أنا عايشها إن الشخصات دي مسيطرة يعني إن ده عنده ده السيطرة عنده ده السيطرة طيب طبعاً في علامات من أهم العلامات دي إنه الشخص المسيطر دايماً يميل لفرض رأيه دون وضع الطرف الآخر في الاعتبار شخص المسيطر بيعكس لك دايماً إنه عنده ثقة عالية في النفس وعنده حزم شديد الشخص المسيطر دايماً يميل لإصدار الأوامر والتعليمات ولا يمل من إنه يجد طريقة لفرض الأوامر والتعليمات دي عليك يعني ممكن نجرب الصوت العالي طيب الصوت العالي ما جابش ما اشتغلش الصوت العالي نجرب التهديد والتخويف طيب دول ما جابوش ننزل بكارتة التالت لا قابله فيه الابتزاز العاطفي الابتزاز العاطفي طيب الابتزاز العاطفي ما اشتغلش ندخل على مرحلة الهجر سواء هاجر عن طريق صمت أو هاجر عن طريق أنه يخرج برا حياتها لفترة مؤقتة عشان كده دايماً بقول للناس لما تقابل شخص يبدو عليه علامات التسلط أول نصيحة ارسم حدود مبكراً خلي أدواته تفشل قدامه فيبدأ يتخلى تدريجياً عن استخدام النمط السلطوي ده في التعامل معك يعني أنا بتدي الأول أبوازله الأسلحة كلها اللي هيتباح معاي خلينا نقول نرسم حدود نرسم حدود